موسيقى 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 السلام عليكم موسيقى واليوم نبدأ معكم فلق من وين؟ من كولومبيا مالاش عن اللبس لان نسوي سكيتشات عن المافيا بس اليوم بنبدأ فلق كولومبيا شيء شعبي ثقافي جميل مع العائلة التي كانت فيها ولكن في فلقاته القادمة اتمنى الكل منكم يشارك معي يرسلني فيديو بسيط عشر ثواني علشان اخليك انت تصير في مقدمة الفيديو القادم باذن الله فاي احد يطلع معي في الفيديوهات القادمة يرسلني على الايميل تحت يقول انا فلان من البلد فلاني ودعمكم مسايحة تيوب او سعيد اني في قناة مع الفيديوهات هذي خلاص من الفيديوهات الجاية بحاولكم تكونوا شركة معي دائما في كل فلق مرون ابدعاتكم يلا يا مخرجنا على كولومبيا موسيقى موسيقى يوم بروح المزرعة نذبح الوضيحة موسيقى 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 شكله غسيلة موات شكله متاجر مخدرات موسيقى 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 السفر موسيقى منها بالاسبانية ميديجين العائلة فقط شايب وزوجته شايبنا مسميها ابو فالحان لان يشبه واحد من الجمهان فاركبت وكذا في السنة ابو حبه والكريمه وخلاص انه يا ابو فالحان وزوجته مسميها عمتي فعطوني جو جميل هنا وكانوا عائلة مريحة جدا مساعدوني على تعلم اللغة الاسبانية بشكل جميل حتى اني احيان صلح لهم عشر اليوم صلحت لهم فطور اليوم قلت شو لكم علي صلحت لهم فطور خبز مفروك هالشغل البلدي رحين نضبط الشاهي نضبط الشاهي هالحين نمت اضرب وفالحان يجيب الكبدة والاغراض اليوم الثالث في عيد العرحة المبارك يعني يوم ثلاثة عشر يوم اثنائش فاليوم بروح المزرعة نذبح الوضحين وقلت ان الوبحية عندنا في السنة تقسم ثلاثة واهل انا اعلمتم فقلت الجزء اللي بيخليه البيت بنقسمه معجيرانا فهم سطو فجميل ان يشاركهم ثقافتنا عيدنا مبادئنا بصب أمو فالحان بصب مبادئنا ومع انتهاء مارا 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 هذا عبد الحق شهر احد الشباب الله يجزا خير في المسجد جاين بالسيارة اليوم حنا رايحين لمسرعة تبعد من مدينة ميديجين ساعة تقريبا بالسيارة وأخذتهم معي ونواعذب السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم عبدالحق عنده ملحمة في ميديجين فهو كل اسبوع يروح المزرعة هذه اللي نراحيلها الحمد لله لا بدك يكون على الصوت ترى نيمس كوم اليومين هذي يروح المزرعة هذي يذبح بنفسه الدبايح تقريبا 10-15-20 على حسب الطلب ويجيب المحل حقه هذولي الحبائم ما يفهمه فاميليا ابو فلحان وعمبتي وبعد هالمشوار الطويل جينا الى المكان الاكثر من رائع شفتوا كيف جماعة كولومبيا صراحة من الدول الامريكية اللاتينية الجميلة فيها طبيعة خلابة فهذا صاحب المزرعة اللي بنذبح عنده هذا بيته وعائلته وهنا خيول وبقر فوق هناك زي ما تشوفون يلا بو فلحان باموس باموس هذي عمتي يعني تتصور استانسيا هذا الاربيتو هذا الاربيتو شوف عدته منها هو الشغل سين كو شارا سين كو شارا يا باي أرمان إرمانو دي ريتشو هاشيك يقول الشربة ونشرب الملعقة عمس منعتهم من لا تأكلهم بالملعقة قولت ابله هذي يقول الشربة اليوم ما نشربها بملعقة ولا بيدان قولها بيدان هذا يلاحق سين كو شارا سينكو تشارع شوف المنظر كيف اس هذه الزهور يعني زي ما تشوفونا هنا الزهور يعتنون بها هنا حقول من الزهور ابو فالحان لو انك عند سميك مياميقو هذا عميتي تصور عميتي مع كاميرا هذا اللي بنا يذبح عنده عندهم ابقار وعندهم خيول وعندهم سواق نذيبان هذه الضحايا حقتنا ابو ابو القبلة وين ابو السكين وين بسم الله وينجوا كنتانوما في نقاش انو ليش انت بتتبحون بالسكين وحرام ومدري كيف وكذا فقلت أصلا الآن أجدادكم وأسلاقكم والأول إيش كشان يساوون؟ قالوا بيطبحوا بالسكين، قالوا طيب وش الفرق الآن؟ فرق صح، كتير ما الفرق، لكن الآن أنتم عندكم بزنس وكذا فلازم تتبعون بالطلقة وبالكهرب عشان كمش شو المزن حقكم وتوفير للوقت والجهد ربا فنالله حيانا، وهذا خوينا الشيخ يوسف الشيخ يوسف بعد بيتباحة أثانية وهذا الكبد الآن نضبطها لهم إن شاء الله وخليهم ينبسطون معنا هذا الشبز، هذا الضلاء عن ريش هنا يسمون إخواننا المصريين؟ والله إن مضيعت يسمون إخوان المصريين هاي شفت كيف؟ واللفة طر عمرك، هلا، والملح والأسود، أبيله يا حبيب هذه بعد ما لبسنا العصب والشحم على الكبدة والقلب وهذا لحم ثاني نقلق له الآن جاهز، بس نقطع كده وسمون المصريين الضار بطرة وشيزة كده أمتي من هابلت حار لا يأكلت أقول لهم أنا أنه همه حرام وتذبح بالسكين ودم ويوم حطيت لهم ضصاج وطباخنا وكذا دافضوا في كلهم، كان اسمه حرام عمّة، ديسيوسو؟ ديسيوسو، اسكيسيطو ديسيوسو، ديسيوسو ايه، يقول مع الخمس، ديبان عارفين الخمس ديسيوسو، ديسيوسو، ديسيوسو المشاركة الجميلة تصنع الفرق في الناس يعني أنا قلت لهم أنه بإمكاني أذبحها أنا عندها هلي في جديرتي لكن أنا أحبت أذبحها هنا لشان شارككم ثقافتنا وديننا وكذا فكانت شي جميل، فأحرص على المشاركة في كل شيء إيجابي يأكس على ثقافتك ودينك ممكن يعدي أغرابك واحد ويسي والله مصدع، ما توقعوا في يوم بالأيام إنهم بيجيهم زي كذا فشي جميل أنه أنك تشاركهم اللحظات الجميلة طبعا هما لما تتعطيهم شي خفيف أو لا يعني تشاركهم حاجة بسيطة ترى تصنع الفرق عندهم نجد المنطقة كيف مرة رهيبة شكل ذا ما هو ما هو بحق مزرع شكله غسيل أموال حط بس سرغل أموال البقر شكلهم يتاجروا من المخدرات والله عظيم بيتهم كذا وشكلهم وما يوحي أنهم حقين ملحمة وكذا فاهمين؟ شفت كيف؟ يا أمه يا أمه أمه بعمص ورانا غادة ورانا مش أنا أقول ورانا غادة ورانا ترتيب ورانا ضيوف ورانا ضاحي عيد مبارك يا أمه يا أمه يا أخي ملا ما تدلون يا جماعة كيف ينبسطون كيف تترك أثر جميل يا أخي السفر تترك أثر السفر تترك أثر راجعين إلى مدينة مديجين طيب الآن شو ما نساوي؟ إذا وجينا البيت هناك ونقسمها اللحم تألهم كالعادة وكالسنة يأتي المسجد المركز الإسلامي في عواعي المسلمة كثيرة هناك لكن اللي بنخليه في البيت بيتنا أنت عمتي وم فرحان نبي نعزم جيرانهم وانت شارك في نويمبر عشان ليلة ومصلح حفلة هذا عشان الليلة أوكي أضبط لهم هنا وهذا أرض حي في قسم نودي المسجد وقسم الجيرانهم وقسم بخليهم من البيت لستو ماما؟ لستو أميقو؟ أبو فرحان لستو؟ شوفهم شو مبطين بره شو كيف؟ وقبتين الجيلسة بره ليش؟ لأنهم عزموا جيرانهم علمت جيرانك كلهم؟ سيتة يجوا النايا كلهم فرشت الحوش؟ نعم مرحبا مرحبا شكرا مرحبا مرحبا أبو أبو فرحان راح بره يجيب أنا صاحب و الماء يجب الماء لست أبو مرحبا بالك أبو صانتي و أبو 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 هذا جميل جميل لا يوجد مكوه ايه 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 لا اه عمجيسية عشر ايه 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 وكنت رجع لكل وت vegetable ايه 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 فخصة ان شاهد이는 الاخر وين abbiamo خليل جب وهذا ابو فالحان و بابلو جاسين يسول فون ويحقنون منها الببسي والكولا وهذا أمتي فكل لحظة تصويها ابو فالحان لا كوميدا لا كوميدا ممتاز 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 ؟ ممتاز 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 أمر شدي! ممتاز 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 إذا كان بالحتكام ممتاز لم نفعل حشيا هناك غقد صaddب فيديو كيف وشفتوا يومنا من أولى من الصباح إلى آخر الليل تعشنا منهم ومسمرنا ومبساطنا فمثل حاجات هذه ترصنها أثر على الناس وتترك يعني تترك حاجة أيجابية يعني ما عمرهم اجتمعوا زي كده وتعشوا وبسطوا وتعرفوا على ثقافتنا وجه الشيخ محمد وتكلم عنها كدير فنصيح تلكم أي شي تحزينه وممكن يعبر عن ثقافتك اللاتة بتسويه في أي طيقة كانت سواء يعني أهدي أي شي وشكرا لكم أتمنىكم سمتعتم هنا في هذا الثلق الجميل وشكرا